أسعد الله وقادكم أعزائي المشاهدين الأجواء اليوم أجواء مشمسة مع معظم الوقت مع رياح شمالية غربية سرعتها ما بين 8 إلى 26 كم في الساعة الأجواء في مساء اليوم ستكون أجواء باردة نسبيا متوقع تصل ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية على مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء مشمسة مع رياح غربية سرعتها 9 كم في الساعة. درجة الحرارة 25 درجة مئوية. الرطوبة النسبية 13% أما الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كم تحديثات صور الأقمار الصناعية تبين لنا عبور كمية من السحب على أقصى شمال المملكة العربية السعودية وكذلك على دولة الكويت نقع حاليا تحت تأثير المرتفع الأوروبي. التي تصاحبها كتلة هوائية باردة أثرت في انخفاض نسبي وملحوظ في درجات الحرارة. ويصاحبها أيضا رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه من حين إلى آخر. الأجواء في منتصف هذه الليلة أجواء محتدلة. استمرار في الرياح الشمالية الغربية تصل سرعتها إلى 26 كم في الساعة. يصل أيضا ارتفاع الموج ما بين واحد إلى ثلاثة قدم. أجواء مناسبة لممارسة الأنشطة البحرية. وكذلك أجواء رح تكون لطيفة في مساء اليوم لممارسة الأنشطة الخارجية من ركوب الدراجات. وكذلك المشي درجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة تراوح ما بين 18 إلى 19 في مدينة الكويت. ومطار الكويت الدولي 22 إلى 21 على الساحل. جنوب البلاد 18 درجة مئوية. غربا في الشقاية والسالمي تصل إلى 16 درجة مئوية. أما شمالا في العبدالي فتصل إلى 18 درجة مئوية. ساعات الصباح الأولى من يوم الغد أيضا رح تكون أجواء معتدلة تميل إلى البرودة خاصة على المناطق الغربية تصل إلى 12 درجة مئوية. مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي رح تصل ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية. على الساحل 18 إلى 19. جنوب البلاد 16 درجة مئوية. أجواء رتكون باردة نسبيا. خاصة اللي عندهم يهال يرحوا المدارس. حطوا معاهم جاكيت احتياط. منتصف يوم الغد أجواء رح تكون حارة نسبيا. مشمسة. السماء صافية. خالية من السحب. ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة تراوح ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية. مساء يوم الغد أيضا رح تكون أجواء لطيفة. ودرجات الحرارة رح تكون حول المعدل ما بين 17 إلى 24 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية. وكذلك الجزر. الأجواء البحرية خلال 24 ساعة القادمة. رح يكون خفيفة لمعتدل الموج. ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 قدم. المد الأول باتشور رح يكون الساعة 11 صباحا. المد الثاني الساعة 11 إلا 5 مساء. الجزر الأول الساعة 44 دقيقة صباحا. والجزر الثاني الساعة 54 دقيقة مساء. المواقيت بدنا الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت. موعد أذان الفير ساعة 54 دقيقة. شروق الشمس ساعة 6 و 12 دقيقة. أما موعد أذان المغرب ساعة 54 دقيقة. التقص المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام المقبلة. باتشور رح تكون الرياح شمالية غربية. تصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة. أجواء مشمسة. معظم الوقت وخالية من السحب في يوم الخميس واليمعة. وأيضا تصل العظمى في يوم الخميس واليمعة. ما بين 27 إلى 28. والصغرة ما بين 10 إلى 11 درجة مئوية. يوم السبت رح يقلب معانا الهوى كوست. تصل سرعتها إلى 28 كم في الساعة. ترجع السحب تدريجيا أيضا. العظمى 26 والصغرة 10 درجات مئوية. يوم الأحد متوقع وأيضا فرص ضعيفة لبعض الأمطار المتفرقة على بعض المناطق. مع رياح جنوبية شرقية. تصل سرعتها إلى 28 كم في الساعة. العظمى 27 والصغرة 11 درجة مئوية. أجواء مشابهة في يوم الأثنين مع العظمى. رح تكون 26 والصغرة 13 درجة مئوية. أرزا المشاهدين إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية لهذا اليوم. لكن بعد ما ناخذكم في جولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.